السلام عليكم أخوتي أحبابي سلام عليكم تحية لكم أخوتي والله عيب عيب على المسؤولين هذو اللي يخلوا الشعب الجزائري أبناء الجارية يتمرمدوا في بلد الناس كما تعلموا كي الناس متوا والديهم كي الناس متوا أهاليهم كي الناس وكي الناس لضرورة ما لو شرع يصرى في تونس كي الناس حابوا يروحوا لتونس ومثل يدخلوا الجزائر وصرات كي الناس رعوا في الحباس يا أخوتي قبضوهم السلطات وداروا لهم السجن سجنهم فيه واحد الأخ قبقى 11 يوم وهو خرج من الحبس وهو راجع لبريطانيا لكن هذا حبس مؤقت يعني يخرجوكم بعد يتشارع لأنك يدخل البلاد أو الحدود بطريقة غير قانونية يعني سبحان الله تونس والجزائر هاي دولة واحدة لكن نحترموا القوانين لكن في ظرف طارئة يا أخوتنا وش يديروا هذا الناس وش يديروا واحد ما تباباه واحد ما تباباه واحد حبيه حضرت فينا تعا أقرب الناس إليه يعني صراحة الله يا أخوتي غير الإنسان يبكي الدم على الوضع اللينا فيه في رهل الجارية الجارية في قارة العالم كليه تم فالأخ هذا عنده تجربة إن شاء الله رب يطلق صراحة أخوتنا المسجونين اللي راهم في السجون التونسية ورب إن شاء الله يرجع كل غريب الأهل وسالم غانم والله يرحم موتها اللي ناس يمتونهم أهاليهم ويش فيه جميع مرضى المسلمين خلوا أخونا هذا يوضح وإصرالوا السلام عليكم السلام عليكم أمي صالح كما سبقت وقت لك نحن فوتنا حدث نيوم في السجن تأسر سادك في الكاف وعملنا قضية اجتياز حدود خلصة والقين الجزين داخل كائن اللي عنده شهر وكائن عنده شهرين بنفس الدهمة يعني اجتياز حدود حبيت كبرك توصل هاد الرسالة للناس اللي رايح يحب يتحبط على ذولس باش دي الحساب أمي صالح لحالة ما رايش منها من جهة الحدود وبرك الله